الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حبتي في الله نحييكم من جديد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء مع شرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام الحداد رحمه الله تعالى وقد تكلمنا في الحلقة الماضية عن النفوس وأنواعها ومراتبها وكيف يسلك المريد من خلالها ويترقى في مراتبها ووصل بنا المطاف إلى قول المصنف رحمه الله تعالى قال واعلم أن النفس تكون في أول الأمر أمارة تأمر بالشر وتنهى عن الخير فإن جاهدها الإنسان وصبر على مخالفة هواها صارت لوامة متلونة لها وجه إلى المطمئنة ووجه إلى الأمارة فهي مرة هكذا ومرة هكذا مرة أمارة بالسوء مرة مطمئنة فإن رفق بها وسار بها يقودها بأزمة الرغبة فيما عند الله صارت مطمئنة تأمر بالخير وتستلذه وتأنس به وتنهى عن الشر وتنفر عنه وتفر منه وصاحب النفس المطمئنة يعظم تعجبه من الناس في إعراضهم عن الطاعات مع ما فيها من الروح والأنس واللذة الذي وصل إلى النفس المطمئنة يتعجب من الناس أين يذهبون كيف يقضون أوقاتهم كيف لا يقبلون على الله كيف لا يكثرون من ذكر الله والذكر فيه الروح والريحان والأنس والعطاء والأجر من الله تبارك وتعالى كيف كيف يضيعون أوقاتهم ينظر في نفسه وينظر في الناس فيتعجب صاحب هذا المقام يتعجب من غفلة الناس عن الله من إعراضهم عن الله تبارك وتعالى مع أن الإعراض فيه التعب والشقاوة والبعد والنكد سبحان الله والطاعة والذكر والإقبال فيه الأنس فيه الراحة فيه السكينة فيه الطمأنينة فيتعجب من ذلك قال وفي إقبالهم على المعاصي والشهوات مع ما فيها من الغم والوحشة والمرارة ويحسب أنهم يجدون ويذوقون في الأمرين مثل ما يجد يحسب صاحب هذا المقام أن الناس تذوق ما يذوقه يعني إذا غفل عن الله في بعض الأوقات يذوق المرارة ويذوق المشقة والتعب كما قلنا من قبل ويصيبه الهم والغم كيف أنه لم يذكر الله وإذا ذكر الله عز وجل استأنس وطرب وطاب وذهب همه وانشرح صدره وأنس بالمولى عز وجل قال ويحسب أنهم يجدون ويذوقون في الأمرين مثل ما يجد ويذوق ثم يرجع إلى نفسه بعد ما ينظر هذا النظر إلى الناس كيف أنهم بعيدون يعرض عن الطاعات فيعلم أنه لم يصل إلى ما هو فيه إلا بمجاهدة طويلة وعناية من الله عظيمة بعدما ينظر إلى الناس ويرجع إلى نفسه يعلم حقيقة أن الأمر ليس من قبله إنما هو عطاء من الله تبارك وتعالى ومنح ربانية يعطيها لمن يشاء من عباده قد أعانك الله أيها المريد على نفسك فقدتها إليه سبحانه وتعالى حتى وصلت إلى هذا المقام مقام الطمأنينة الأنس بالله تبارك وتعالى الوحشة والكرهية لمعصية الله والبعد كل البعد عما يغضب الله تبارك وتعالى وقد قالوا وإذا العناية لاحظتك عيونها ننفى المخاوف كلهن أمانه عناية الله عز وجل وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعنعال من الأطم عندما يعتني الله تبارك وتعالى بعبد من عباده يكرمه بالعناية الربانية والحفظ الإلهي يصل هذا العبد إلى المطلوب وهو مقام القرم من الله تبارك وتعالى قال فقد علمت أيها المريد أن الصبر عن المعاصي والشهوات وعلى ملازمة الطاعات هو الموصل إلى كل خير كل الخير في البعد عن الشهوات والمعاصي والملازمة على الطاعات والعبادات والأذكار والمبلغ إلى كل مقام شريف وحال منيف لا يوصلك إلا المعالي إلا الطاعات الإقبال الذكر التوجه إلى المولى تبارك وتعالى وكيف لا وقد قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون هكذا بعد الصبر والمصابرة يصل إلى الفلاح والنجاح هذا المريد وقال تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا نتيجة الصبر أن تمت كلمة ربك الحسنى الله تبارك وتعالى يعطيهم الحسنى للذين صبروا الحسنى وزيادة وقال تعالى أيضا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إذن لا يصل المريد إلى الإمامة إلى الإمامة في الدين إلا أن يكون إماما إلا بالصبر وهذا مصداق الآية وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا لما صبروا عن الشهوات والمخالفات وصبروا على الطاعات وقاموا في الليالي الباردات وصلوا ركيعات وذكروا الله تبارك وتعالى واشتغلوا بالذكر والتهليل والتحميد والتسبيحات ومشوا في الطرقات يدعون إلى الله تبارك وتعالى حين ذلك أصبحوا أئمة وفي الحديث الشريف من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر ومن أوتي حظه منهما فلا يبالي بما فاته من قيام الليل وصيام النهار لذلك أيها الإخوة الكرام تسلك الطريق حتى نهذب هذه النفوس قد يقول قائل ما الحاجة إلى سلوك الطريق ما الحاجة إلى الشيخ نقول لا تفهم مراد الله تبارك وتعالى ولا تعلم ما يريد الله منك إلا إذا صحبت رجلا عالما عاملا فقيها محدثا عابدا صالحا تقيا نقيا عارفا بدسائس النفوس ومراتب درجات النفوس يعلم مداخل الشيطان يعلم من أين يدخل الشيطان يعلم كيف يعالج النفوس هو طبيب قد جعله الله تبارك وتعالى طبيبا بعد أن كان مريضا وعالج نفسه عند شيخه فيبصرك بعيوبك يمسكك خطأك ويقول الخطأ من هنا أسلك من هنا إياك والأمر الفلاني وعليك بالأمر الذي يقربك من الله عليك بكذا وإياك عن كذا فنسلك الطريق حتى نتعلم ما يريد الله منا حتى نعمل بما يريد الله منا حتى نزيل العقبات التي تمنعنا من دخول حضرة الله تبارك وتعالى نسلك الطريق لنتأدب بالآداب اللبوية نسلك الطريق لنصل إلى المعرفة معرفة الله تبارك وتعالى لنصل إلى اليقين بأنه لا إله إلا الله بأنه لا معبود بحق إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله ولا معز ولا مذل إلا الله لا قابض ولا باسط إلا الله لا محي ولا مميت إلا الله نسلك الطريق حتى نذوق حلاوة لا إله إلا الله حتى نعلم حقيقة لا إله إلا الله نسلك الطريق حتى نمشي وراء سيدنا محمد رسول الله إذ قبل سلوك الطريق هناك موانع هناك فهم سقيم للدين لا نفهم الدين على الحقيقة ولا نطبق الدين كما أراده الله تبارك وتعالى إلا إذا سلكنا الطريق مع شيخ بصير عالم فهم تقي نقي نصحبه فيوجهنا كما رأينا من الإمام الحداد رحمه الله تعالى كيف يوجه مريديه هذه الرسالة لكل مريد لكل من أراد أن يسلك الطريق الإمام الحداد رحمه الله تعالى قطب الدعوة والإرشاد ولي تقي صالح صحب من قبله وتربى عنده حتى وصل إلى ما وصل إليه فأصبح يوجه من بعده وأصبح يرشد السائرين إلى الله تبارك وتعالى وهكذا المريد في بداية أمره يجتهد على نفسه ويقبل على ربه ويتعلم ويعمل حتى يصل إلى الإمامة وليس المقصود الإمامة ربما يسلك أحدنا الطريق ولا يصل أن يكون إماما لا يصل إلى الإمامة وإلى المشيخة أن يكون شيخا مربيا مسلكا ربما لا يصل إلى ذلك المهم أن يصل إلى مرضات ربه المهم أن يصل إلى معرفة الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك إذا أكرمه الله تعالى بالإذن والفتح ويشعر من قلبه وتأتيه الواردات أنه ينبغي عليه أن يتكلم للناس بعد أن يأذن له شيخه عن شيخه عن شيخه وهكذا السند متصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المرشد الأكبر وهو المرشد الأعظم هو المرشد صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابة الكرام والصحابة الكرام أرشدوا من بعدهم بما تعلموا من رسول الله صلى الله وسلم ثم التابعين تكلموا لمن بعدهم ووجهوا من بعدهم وهكذا كل طبقة ترشد من بعدها إلى أن وصل الأمر إلى مشايخنا حفظهم الله تعالى وبارك في حياتهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء فهم وجهون وأرشدون وأخذوا بقلوبنا إلى الله تبارك وتعالى ودلون على الطريق وبينوا لنا مداخل الشيطان وذسائس النفوس حتى نتخلص منها وحتى نصل إلى المقصود الأعظم وهو العبودية العبودية لله تبارك وتعالى فيصبر المريد على توجيه الشيخ وعلى زجره أحيانا حتى يصل إلى المقصود فقد قال سيدي أحمد بن مصطفى العلاوي رحمه الله تعالى وأعاد علينا بركاته يوافقني في أيام يخاطب هنا المريد يوافقني في أيام لا نطلب منه أعوام فإن حصل المرام يكون عبدا لله فإن حصل المرام هل هل يطير في الهواء أم يمشي على الماء أم يأكل النار لا ليس هذا المقصود فإن حصل المرام يكون عبدا لله وقال أيضا رحمه الله عندي للسقم دوى عندي للضعف قوى لا نرجو به سطوى غني مفضل الله إذن عند المربين رضي الله تعالى عنهم عندهم الأدوية النافعة للنفوس المريضة عندهم المعرفة الكافية كيف يسيرون بهذا المريد حتى يصل إلى الله إلى حضرته الخاصة نسأل الله تبارك وتعالى أن يوصلنا إليه بفضله ومنه وكرمه وإن لم نكن أهلا لذلك فهو أهل لأيجعلنا كذلك ونسأله أن يوصلنا إليه مع العافية التامة مع العفو والعافية والسلام والحفظ بفضله ومنه وكرمه بجاه الحبيب صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين أحبابنا إلى هذا الكلام تمتهي حلقتنا بارك الله فيكم نستودعكم الله الذي لا تضيع وذائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا